فيما تحتدم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تتواصل الجنود الإقليمية والسؤولية على أمل التوصل إلى حل يوقف إطلاق النار لا سيما مع تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في القطاع من جراء القصف الإسرائيلي الكثيف أو التوصل لاتفاق تبادل بين حماس وإسرائيل من خلال هدنة إنسانية جديدة وخلف هذه الجهود تلوح في الأفق مواشرات تمهد الطريق نحو هدنة إذ أعلنت الخارجية الأمريكية عن إمكانية التوصل لهدنة إنسانية في غزة في حال وافقت حماس على إطلاق صراح المحتجزين بحسب ما نقلته وكالة رويترز وتأتي هذه المواشرات الجديدة عقب التأكيد مصادر مصرية وقطرية بانفتاح كل من إسرائيل وحركة حماس على مفاوضات بشأن هدنة جديدة وحديث وسائل إعلام إسرائيلية بحصول رئيس الموساد على ضوء أخضر لإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس موقع والاء الإسرائيلي هو الآخر ونقلا عن سياسيين إسرائيليين ومصدر غربي مطلع كشف عن عرض قدمته حكومة نتنياو على حركة حماس عن طريق قطر يقضي بهدنة تمتد لمدة أسبوع على الأقل لقاء الإفراج عن أربعين محتجز إسرائيلي بالمقابل علمت سكينيوز عربية من مصادر مصرية مطلعة أن وفدا من حركة حماس يضم رئيس المكتب السياسي للحركة اسمعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل سيزور مصر الخميس لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز المخافرات العامة وكبار المسؤولين وحسب المصادر ستتناول المباحثات إيقافا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة والتحرير أسرى من قيادات حماس لدى الجانب الإسرائيلي وإطلاق صراح جميع المحتجزين وانسحاب للآليات العسكرية الإسرائيلية إلى حدود غلاف غزة إلى جانب بحث مستقبل القطاع في إطار سلطة فلسطينية معحدة ويبدو من هذه التحركات أن إسرائيل تواجه ضغطا داخليا متزايدا خاصة من عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة وإطلاق الصراح من تبقى في قطاع غزة في ظل فشل الخيار العسكري حتى الآن في تحرير الرهان